أجادير هي مدينة تقع على الساحل أطلس للمغرب في منطقة سوسماسا تقع على بوض حوالي 500 كم سنوب الدربضة وحوالي 250 كم غرب مراكس أجادير هي مدينة حديثة بهندسة معمارية حديثة حيث أعدى بناءها في الستينيات بعد أن دمرها للزل عام 1960 المدينة بها طرق واسعة ومباني حديثة والعديد من المرافق السياحية ساطئ أجادير الذي يمتد حلي حوالي 10 كم هو واحد من أكبر السواطئ في المغرب يحيط بسعبية كبيرة بين الزوار يوفر العديد من الأسطة البحرية وكذلك المطاعم والبارات بزنب البحر أجادير هي أيضا وزيها السهيرة للغولف مع العديد من المراعب للغولف عالية لزودة في جميع أنحاء المدينة يعد السوق أجادير من أكبر أسواق في المنطقة حيث يمكن للزوار سرع الهدايا للتذكارية والتوابل والحرف اليدوية محليا المدينة محاطة بالزبال الويدين ذات المناظر الخلابة مثل وادي الزنة ومنتسى السوس مسا الوطني والتي توفروا فرصا للمسافة الطويلة ومساعدة الحياة البرية اشتركوا في القناة